موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي قناة المحضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نظم عبيد ربيه للآجة الرومية لتي نستطيع في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الضيب الدائم لهذا البرنامج محمد فرل السعيد أهلا بكم مرحبا توقفنا في الحلقة الماضية عند باب الإعراب حيث يقول النظم رحمه الله وتعالى الإعراب تضير عواخر الكريم تقديرا أو لفظا في ذا الحد أستنم وذلك تضير للطراب عوامل تدخل في الإعراب قال الإعراب تضير عواخر الكريم تقديرا أو لفظا في ذا الحد أستنم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمغسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزريته ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي أيا خير من حط الرحال ببابه وجابت له البيد الأمون العفنجج تفنن فيك الواصفون وأدلجت إليك زياد المادحين تهم لجو وكل الناء عن شطي متحك سبحه وأدهشهم طمطامه المتموج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه باب الإعراب لما تكلم الناظم رحمه الله تعالى على الكلام وما يتأله منه بدأ يتكلم على الإعراب حيث قال باب الإعراب والباب كنا قد بينا معناه في اللغة والإصلاح في إحدى الحلقات الماضية وأما الإعراب في اللغة فإنه يأتي لعدة معاني من أشهرها التغيير وغيره وقد أشار إلى معانيه العشرة العلامة السيوطي حيث قال رحمه الله تعالى الإعراب في اللغة جال عشرة من المعاني قد حكاها المهرة أعرب عم في الحجاء أبانه والشيء أعرب هلان زانه وأعرب الإبل أي أجالها ومفسدات الشيء قد أزالها وأعرب الرجل أي تكلما بالفحش أو بالعربية وما كانت له خيل عراب وولد ولدا عرابيا أيضا ولتعود مذاك من يبيع بيع العربون وهذه الخمس لوازما تكون وأما تعريف الإعراب في الإصطلاح فقد تولاه النظم حيث قال الإعراب تغيير أواخر الكلم يعني أن الإعراب هو تغيير آخر الكلمة تغيير أواخر الكلم أي ذلك التغيير الذي يقع لآخر الكلمة هو المسمى بالإعراب ما يقع للكلمة من تغيير برفع وخفض ونصب وجزم ذلك هو المسمى عند النحات بالإعراب تغيير أواخر الكلم وهذا التغيير قد يكون تغييرا لفظيا وقد يكون تقديرا حيث قال تقديرا أو لفظا لكي يكون التعريف جامعا مانعا قال لك الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فقوله تقديرا إشارة إلى أن هناك من الأسماء ما هو مبني أي ما يلزم حالة واحدة ولذلك تكون حركة الإعراب مقدرة عليه فقال لك تقديرا أي الأسماء التي في آخرها حرف علة وحروف العلة هي الألف والواب والياء إشارة إلى أن من الأسماء ما يلزم حالة واحدة ولذلك تكون حركة الإعراب مقدرة عليه وقوله تقديرا أو لفظا أو هنا للتنويع لا للتردد أو الشك لأن الحدود لا تدخل فيهما أو التي المراد بها الشك قال العلامة الأخضري في سلم المنطق ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما دروا أي أن أو هنا معناها التنويع أو التقسيم فقط وليس معناها التردد أو الشك لأنه كما قلنا لا يجوز في الحد ذكر أو التي بمعنى الشك أو التي بمعنى التردد إذن هذا هو التعريف الجامع المانع للإعراب فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فلا الحد أي يا أيها المستمع خذ هذا الحد فلا أي خذ هذا الحد والحد هنا إعرابها إما بدل أو عطف بيان فالحد هو وصف الشيء وصفا مساويا تعريف الحد هو وصف الشيء وصفا مساويا اغتنم أي اجعل هذا الحد غنيمة والغنيمة في اللغة هي الفوز بالشيء بلا مشقة يا أيها المستمع خذ هذا الحد غنيمة لك ويا أيها القارئ اجعل هذا الحد للإعراب غنيمة لك بدون مشقة إذن قد عرفنا أن معنى البيت أن الإعراب هو تغيير آخر الكلمة إما تقديرا وإما لفظا وعرفنا كذلك أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال وأن البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء لأن الأفعال مبنية كلها ولا يعرب منها إلا الفعل المضارع الذي لم تتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة فقط كما سنبين في علامات الرفع إذن كذلك مما لا يدخله الإعراب الحروف فالحروف كلها مبنية فالحرف مبني ومستحق للبناء لأنه لا يتعاقب عليه من المعاني ما يحتاج معه إلى الإعراب فإذن هناك مسائل لا يدخلها الإعراب وهي الحروف والأفعال كلها ما عدى الفعل المضارع الذي لم تتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة نعم جميل قال الإعراب تضيير أواخر الكريم تضييرا ولغضا فذل حد صنم جميل وذلك التضيير للضراب عوابرة تدخل للإعراب نعم هذا البيت تعليل من الناظم كأن سؤالا طرح لماذا هذا التغيير الذي يقع في آخر الكلمة لما هذا التغيير تقع مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مخفوضة ومرة مجزومة لماذا؟ كأن هذا البيت تعليل لهذا السؤال وجواب له أي أن ذلك التغيير الذي يقع للكلمة هو لضطراب أي تغير في العوامل أي أن هذه العوامل منها ما يتطلب الرفع ومنها ما يتطلب النصب ومنها ما يتطلب الخفض ومنها ما يتطلب الجزم وذلك التغيير أي ذلك التغيير الذي قلنا أنه يقع في آخر الكلمة سببه هو ضطراب في العوامل أي اختلاف في العوامل التي تدخل على الإعراب فتقع مرة منصوبة فمثلا الفعل المضارئ يكون مرفوعا إذا دخل عليه عامل نصب ينصب كقولك مثلا لن يقوم زيد فأصل الفعل المضارئ أن يكون مرفوعا لكنه إذا دخل عليه عامل نصبه فهذا هو معنى أن الكلمة تتغير بحسب العامل الداخل عليها وذلك العامل الداخل عليها يختلف بحسب فهناك العامل الذي يتطلب النصب وهي حروف النواصب التي تدخل على الفعل المضارئ وهناك العامل الذي يتطلب الجزم وهي حروف الجزم التي تدخل على الفعل المضارئ كقولك مثلا كقولك لم يقوم زيد فأصل الكلمة يقوم لكن لما دخل حرف الجزم غير الكلمة حيث كانت مرفوعة فأصبحت مجزومة وهذا توضيح لمعنى البيت أي أن ذلك التغير الذي يقع للكلمة في آخرها سببه هو العامل الذي يتطلب ذلك والعامل يختلف فهناك عامل رفع وعامل نصب وعامل خفض وعامل جزم مطلقا وذلك التغير لاضطراب أي لتغيير يقع للكلمة عوامل تدخل للإعراب أي سببه هو تلك العوامل الداخلة على الإعراب لما بدأ بتعريف الإعراب وعرفه تعريفا كاملا وكذلك بيّن السبب المؤدي إلى التغيير في آخر الكلمة بيّن أقسام الإعراب أقسام الشيء أي أجزاؤه التي يتلف منها أقسامه أربعة أي أن أقسام الإعراب أربعة تؤم أي تقصد عند النحات رفع والمراد بها الضمة ونصب والمراد بها الفتحة وخفض والمراد بها الكسرة وجزم والمراد به السكون وقد أجمل الناظم هنا هذه العلامات وسيفصلها واحدة واحدة فالرفع في اللغة والتعلية واصطلاحا تغيير مخصوص يجربه عامل مخصوص علامته الضمة وما ينوب عنها وهو مما يشترك فيه الإسم والفعل ونصب النصب في اللغة النصب في اللغة التسوية وفي الاصطلاح له تغيير مخصوص يجربه عامل مخصوص علامته الفتحة أو ما ينوب عنها وهو مما يشترك فيه الإسم والفعل فالأولان دون ريب وقعا أي أن الأولان والمراد بهما الرفع والنصب وقعا دون ريب أي دون شك في الإسم والفعل أي أن الإسم والفعل يلتقيان باتفاقهما في كون الإسم تدخل عليه الضمة وكذلك يكون منصوبا والفعل كذلك يكون مرفوعا ويكون منصوبا والفعل الذي يكون مرفوعا هو الفعل المضارع أي أن الرفع والنصب مما يشترك فيه الإسم والفعل فالأولان أي الرفع والنصب وقعا دون ريب أي دون شك في الإسم مطلقا والفعل المضارع خاصة من الأفعال أي أن الفعل الماضي لا يكون مرفوعا وفعل الأمر لا يكون مرفوعا إذن فالرفع والنصب مما يشترك فيه الإسم والفعل فالأولان دون ريب وقعا في الإسم والفعل المضارع معا وسيبين انفراد الإسم بعلامة وانفراد الفعل بعلامة نعم قال فالإسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بالجزم فعل معا نعم أي أن الإسم يختص عن الفعل بالجر فالإسم قد خصص بالجر أي أن الوسم أي العلامة الخاصة بالإسم هي الجر فالفعل لا يكون مجرورا أبدا فالإسم قد خصص بالجر أي أن الجر علامة خاصة للإسم فالإسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعل معا أي كذلك ينفرد الفعل عن الاسم بالجزم فالاسم لا يكون مجزوما أبدا وإنما هذه العلامة خاصة بالفعل فتقول مثلا يقوم تقول لم يقوم ويقعد تقول لم يقعد أي أن الفعل يختص بالجزم والاسم يختص بالجر والرفع والنصب مما يشترك فيه الاسم والفعل جميل جدا بارك الله بكم رقضيشاتم وفاتم وصلنا علامات الرفع يعني علامات الرفع هي ضم وواو ألف ونون علامة الرفع بها تكون هذه نفصل البيت الأول لأن الوقت ضيق ثم نختم إلى الحقة القادمة إن شاء الله قال ضم وواو ألف ونون علامة الرفع بها تكون بدأ النظم رحمه الله تعالى لما أجمل في الكلام على أقسام لعراب وهي الرفع والنصب الخفض والجزم بدأ في تفصيل ذلك ذكرهم هناك بصفة الإجمال وبدأ هنا بصفة التفصيل قال باب علامات الرفع أي أن هل الباب يختص باب علامات الرفع قال ضم وواو ألف ونون علامة الرفع بها تكون يعني أن علامات الرفع أربعة الأول الضم وهو الأصل الأول الضم وهو الأصل والثاني الواو وهو أخو الضمة نعم والثالث الألف وهو بن الواو والرابع النون فالأصل هو الضمة وقد ينوب عنها الواو في موضع وينوب عنها الألف في موضع وتنوب عنها النون في موضع أي أن الأصل في علامات الرفع هي الضمة وأما الواو والألف والنون فهؤلاء في محل نيابة عن الضمة في مسائل سيتكلم عن الناظم في موضعها ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون أي أن علامة الرفع تكون بهذه العلامات الأربعة فقط بالضم والواو والألف والنون جميل جميل جدا بارك الله فيكم يعني مواضع الضمة ورفع بضم المبرد الأسمائي كجاء زيدون صاحب العلاي هذه نتوقف عندها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدين الكرام لمن فقالنا إلا أن نشكر باسمكم فضيلة الأستاذ أستاذ محمد فالو السعيد كما نشكركم على حسن الإصلاة والمتابعة إلا أن يضمنا بياهم لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور